كشف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عما حققته وزارته خلال عامين من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد مدبولي الانتهاء من 424 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 30 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات أخرى بقرابة 11 مليار جنيه كما أوضح الوزير تنفيذ 13 مشروع الطرق وكباري بطول 490 كيلو مترا وإنشاء ورفع كفاءة الطرق بطول 1000 كيلو متر وفق عمر الجرحي وزير المالية على تحويل نحو 4 مليارات و 6 ملايين جنيه في صورة إتاحات عاجلة لوزارة البترول والتموين والتربية والتعليم وأشرت وزارة المالية إلى مخاطبة وزارة التربية والتعليم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لصرف الاحتياجات المالية لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الجديد مباشرة مع خلال وزارة التربية والتعليم موضحة أن ذلك سيسهم في الإسرع بعملية طباعة الكتاب المدرسي من دون تأخير أعلنت وزارة التجارة والصناعة الانتهاء من المرحلة الأولى لمفاوضات إبرام منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الإفريقية ثلاث الكوميسا والسادك وجماعة شرق إفريقيا وقال بيان لوزارة التجارة أن المفاوضات جاءت وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من قبل رؤساء الدول الأعضاء التكتلات الثلاثة بشرم الشيخ يونيو الماضي مضحة أن المرحلة التي تم الانتهاء من مفاوضتها كانت تشمل تحرير التجارة في السلع وحرية الحركة لرجال الأعمال